بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم الطائرات والجديد في تحديث ويندوس 11 الجديد الاصدار 25102 والمتاح الان لنسخة المطورين وطبعا بقالنا عدة اصدارات ما استعرضناش التحديثات الاسبوعية لنسخة المطورين نظرا لان مايغروسوفت في التحديثات السابقة كانت بتركز او بتعتمد بشكل كبير جدا على الاصلاحات ومعالجة الاخطاء في الاصدارات السابقة مع بعض الميزات البسيطة واللي مش بتكون متاحة للجميع ولذلك بيت بنتظر بعض الوقت او بعض الاصدارات لحين ما تتوفر بعض الميزات اللي ممكن ان احنا نقدر نستعرضها على حضراتكم اولا وقابل كل شيء في التحديث السابق لنسخة المطورين كان الاصدار 25179 واللي صدر الاسبوع اللي فات مايغروسوفت وفرت هذا الاصدار كنسخة ايزو تقدر انك تحملها من الموقع الرسمي فطبعا ما قدرناش نستعرض هذا الامر الاسبوع اللي فات ولكن يجب ان احنا ننوه عليه لان طبعا مايغروسوفت من حين الى اخر بتوفر نسخة ايزو لمعاينات نسخة المطورين بحيث ان لو في اي مشكلات بتواجهها في النظام عندك نتيجة تسرة التحديثات او لو في بعض الميزات مفقودة نتيجة التحديثات باستخدام الايزو تقدر انك تنزل النسخة كاملة او تسبت النسخة كاملة لمعالجة اي مشكلات وايضا لتحصل على معظم الميزات اللي بتكون مفقودة طبعا كنا استعرضنا امر تحميل النسخة من موقع الانصيدر كثيرا ولكن طبعا الرابط هيكون موجود اسفل الفيديو هتنزل هنا للاسفل وهتحدد الاصدار هيكون عندك وندوس 11 انصيدر بريفيو ديف الشانل بيلد 25179 طبعا ده كان صدر الاسبوع اللي فات لكن تقدر انك تسبته وتحدث الى الاصدار الجديد الخاص بالاسبوع ده اللي هو 182 بتضغط عليه بعد ذلك ثم بعد ذلك بتحدد اللغة اللي انت عايزها ايضا ثم اربعة وستين بتدولود وطبعا بتتم معاك عملية التحميل وهيكون فيه شرح اسفل الفيديو ده لو انك واجهت مشكلات في التحميل نتيجة عدم القدرة على التسجيل في الموقع فهيكون فيه شرح اسفل الفيديو بيوضح كافية التسجيل في موقع الانصيدر وتحميل النسخة بكل بساطة ابرز الطائرات التي جاءت فيه بعض الاصدارات السابقة بما فيهم هذا الاصدار انه تم اتاحة مستكشف الملفات المبوّب للجميع طبعا كنا استعرضنا قبل كده مستكشف الملفات المبوّب وكنا استعرضنا على حضركم انه مش متاح للجميع واستعرضنا على حضركم ايضا كيفية تمكينه ولكن في الاصدار السابق 179 تم اتاحة مستكشف الملفات المبوّب للجميع مع التغيرات الجيدة لمستكشف الملفات اللي كنا استعرضناها قبل كده كثيرا طبعا مستكشف الملفات المبوّب الذي يحتوي على علامات التبويب المتعددة بتضغط كليك كيمين على أي مجلد تقدر أنك تفتح هذا المجلد أو هذا البرتشن في نفس مستكشف الملفات في علامة تبويب جديدة تم إضافة التغيير الجديد على قائمة التنكل الجانبية اللي أصبحت مرتبة بعض الشيء عن الإصدارات اللي قبل كده بما في ذلك صفحة الزيز بي سي اللي أصبحت بتعرض لي فقط الأجهزة الموصلة على الجهاز عندك بتعرض لي فقط الأقراص أو البرتشنات اللي موجودة على الجهاز عندك وتم إزالة من الأعلى قسم ماي فايلز اللي كان بيعرض ليك الدون نود والدوكومنت سوال بكيتشن واستبدالهم أو نقلهم هنا في قسم التنكل على الشمال ليكونوا موجودين معاك هنا في قائمة التنكل على الشمال بدل وجدهم هنا في صفحة الزيز بي سي بالإضافة اللي أزالك تم إضافة تغيرين جداد عند الضغط بعجلة الموس على أي مجلد موجود عندك في مستكشف الملفات مجرد نقرة بعجلة الموس فيفتح ليك هذا المجلد أو هذا البرتشن في علامة تبويب منفصلة أيضا في قسم التنكل مجرد نقرة بعجلة الموس على أي مجلد موجود في قسم التنكل هيفتح ليك هذا المجلد في علامة تبويب جديدة في نفس مستكشف الملفات في الصابق كنت لما بتحدد مجلدين مثلا ثم بعد ذلك كليك يمين عليهم ثم بعد ذلك اوبن نيو ويندوز إنك هتفتح المجلدين دول في علامة تبويب منفصلة أو في علامات تبويب جديدة كان بيفتح ليك مثلا لو حددت ثلاث مجلدات أربع مجلدات بيفتح ليك المجلد الأول فقط في علامة تبويب واحدة وباقي المجلدات في علامة تبويب واحدة لكن دلوقتي تم إصلاح هذا الأمر وعنده اختيار اوبن نيو ويندوز هيفتح ليك كل مجلد في صفحة تبويب منفصلة بما في ذلك طبعا تم معالجة العديد من أخطاء مستكشف الملفات لتحسين موصوقية أداء مستكشف الملفات وأيضا معالجة مشكلات استهلاك مستكشف الملفات العالي من الرامات أو من موارد الجهاز نتيجة تسرة علامات التبويب المفتوحة أيضا في هذا التحديث تم إتاحة خاصية التسكيبار أوفر فلو تجاوز ساعة شريط المهم للجميع طبعا كانت إحدى الميزات التدريجية ولكن في هذا التحديث أو في اللي قبله تم توفيرها للجميع ومعالجة مشكلة عند الضغط على الثلاث نقاط لإظهار قائمة الفائد أو إظهار قائمة تجاوز ساعة شريط المهم كانت بتظهر هذه القائمة على الجهة المعاكسة على اليسار ولكن تم إصلاح هذه المشكلة لتظهر قائمة الفائد أو القائمة الممبسقة في مكانها الصحيح أيضا تم إتاحة خاصية تنبيهات الأخبار العجلة لشريط المهم للجميع في هذا التحديث طبعا كنا صارتنا هذه الخاصية قبل كده ولكن بشكل سريع من خلال آيقونة الطاقس على شريط المهم هيظهر معك دايرة هذه الدايرة هيكون فيها أرقام لعدد التنبيهات العاجلة أو الأخبار العاجلة اللي موجودة داخل الاهتمامات والأخبار أو داخل الوجت لما إنك هتمر على آيقونة الطاقس على شريط المهمة تفتح معك الاهتمامات والأخبار ويكون في الأعلى بطاقة بتحتوي على محتوى التنبيه العاجل أو الخبر العاجل اللي هيكون بيشمل الأخبار العاجلة الطاقس الأموال والرياضة وغيره وطبعا لو إنك فتحتها للإطلاع عليها أو تجهلتها فهتفضل مدة بسيطة ثم بعد ذلك هتختفي وترجع تعرض لك محتوى الطاقس على شريط المهم بشكل كامل أيضا تم إتاحة للجميع تغير جديد على ميزة سبوتلايت لعرض الخلفيات المتجددة على سطح المكتب تم إضافة هذه الخاصية كسيم تقدر تمكنه من خلال السيمات بالتوجه إلى السيمات أو بارسونالايز من سطح المكتب زي ما انتم شايفين تم إضافة سيم جديد بمجرد نقرة تقدر من خلاله إنك تعمل تمكين لخاصية سبوتلايت بيكون بيحمل هذا السيم زي ما انتم شايفين كده آيقونة الكاميرا تغيير هذه الخاصية إلى سيم مش معناه إنه يكون سيم بيحتوي على 3-4 خلفيات غير متجددين هو كل ما هنالك إنه تم تغيير هذه الخاصية إلى سيم لسهولة تعيين أو تفعيل هذه الخاصية من خلال إعدادات التخصيص بمجرد نقرة هيتم تشغيل الخاصية وهتكون معاك الخلفيات المتجددة بشكل عادي جدا ويكون معاك على سطح المكتب آيقونة سبوتلايت العادية اللي تقدر من خلاله إنك تغير الخلفيات بشكل يدوي وتقدر كمان إنك تعيينها باستخدام الوضع الأديم من الباكجراوند ثم بعد ذلك من هذا التبويب تقدر إنك تختار الزبوتلايت يعني موجودة زي ما هي في الباكجراوند ولكن تم وضعها في السيمات زي ما انتم شايفين كده أظن لسهولة التعرف على الخاصية أو لتسهيل عملية تمكنها أيضا تم إضافة تحديث جديد لتطبيق الكاميرا من خلال مجر التطبيقات بيمكن الكاميرا من فهم حالة الكاميرا أو ماذا يحضر الكاميرا أو يعيق عدسة الكاميرا زي على سبيل المثال إن غطاء الكاميرا مغلق أو غطاء الجهاز المحمول مغلق أو زر الكاميرا مغلق من الكيبورد أو إن الكاميرا مش متصلة في الأساس فزي ما انتم شايفين من خلال لقطة الشاشة تطبيق الكاميرا هيقوم بإعلامك بهذا الأمر وتقديم إرشادات لك لحل هذه المشكلة وفي الأخير تم إصلاح مشكلة مهمة ومعروفة ظهرت في الإصدارات اللي قبل كده كان يتسبب عدم وجود مساحة كبيرة أو مساحة كافية للتحديث على كورس النظام أو وجود مساحة منخفضة على كورس النظام كان يتسبب في فشل التحديثات وظهور رموز الخطأ المختلفة تم إصلاح هذا الأمر أيضا في هذا التحديث وكده نكون استعرضنا على حضركم أبرز وأهم التغيرات والإضافات والإصلاحات التي جاءت في هذا الإصدار والإصدارات السابقة نتمنى نكون أفدناكم به هذا الأمر وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته